بينما رفعت بريطانيا مستوى التهديد لديها من هجمات إرهابية محتملة إلى شديد تقول الولايات المتحدة أنها تعمل على تعقب المقاتلين الأجانب الذين يسافرون من وإلى سوريا كما أنها تعزز أمن الطيران في الخارج مع الرحلات المباشرة إلى أمريكا منذ هذا الصيف على المسافرين من مطارات الشرق الأوسط وأوروبا المتجهين إلى أمريكا إثبات أن جميع الأجهزة الإلكترونية التي بحوزتهم ليست مواد متفجرة وتقول أجهزة الاستخبارات أن الإرهابيين قد يطورون قنابل متقدمة يمكنها المرور عبر أجهزة فحص المتفجرات بالمطارات أما في المملكة المتحدة فقد بدى اليوم أن هناك علامات واضحة على قلقهم بشأن عودة المقاتلين الأجانب يقول رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن الشرطة تقوم بإيقاف المشتبه بهم من المسافرين والتحفظ على جوازات سفرهم كما تتبع أجهزة الأمن البريطانية إجراءات من ضمنها منع مقيمين أجانب من العودة إلى المملكة المتحدة بالإضافة إلى حرمان آخرين من المواطنة ويبدو أن الولايات المتحدة تسير في نفس الاتجاه بعد مقتل أمريكيين قاتلوا تحت رأي التنظيم داعش في سوريا تقول المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جينيفر باساكي أن لديهم الحق بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون لإلغاء جوازات السفر عندما يتعلق الأمر بعمل الشخص مع منظمة إرهابية أو بتشكيل خطر على الأمن الأمريكي وقد تم تحديث قائمة منع الطيران وقائمة المراقبة لإنفاذ القانون وتم إرسالهم إلى إدارة أمن النقل في الوقت الحالي مع تطور التهديدات ولكن يبدو أن هذا النظام ليس مثاليا نشأ منير محمد أبو صلحة في فلوريدا وسفر إلى سوريا ليتدرب كجهادي وعاد إلى أمريكا ثم تمكن من السفر مجددا واختفى إلى أن فجر نفسه في هجوم انتحاري في سوريا وقد يشهد الأربعة عشر مليون مسافر أمريكي عمليات أمن مشددة أمريكا لم تعد تستخدم نظام الألوان لتقييم أي تهديد إرهابي محتمل فقد توقف استخدامه عام 2011 لكونه مربكا وغير فعالا النظام المستخدم حاليا ينشر التنبيهات على موقع دي اتش اس ويرسله إلى الصحافة ووسائل الإعلام الاجتماعية عند وجود تهديد شديد ترجمة نانسي قنقر